في الوقت الذي واصلت فيه حكومة الاحتلال الصيوني مواقفها الرافضة للمصالحة الفلسطينية وللتسوية أعلن أبو مازن دانته للهولوكوست ولم يشر في المقابل لما ارتكبه ويرتكبه الاحتلال من مجازر بحق الفلسطينيين على امتداد عقود في سابقة هي الأولى من نوعها فلسطينيا اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ما يسمى بالهولوكوست بأنها أبشع جريمة عرفتها البشرية في العصر الحديث وذلك خلال لقائه نائب رئيس الكونغرس اليهودي العالم الأسبق الحخام مارك شناير برامالله واعتبر عباس أن على العالم محاربة العنصرية والظلم لإنصاف الشعب الفلسطيني وتأتي تصريحات عباس في وقت اعتبر فيه رئيس حكومة الاحتلال الصيوني بن يمين نتنياهو أن بلاده لن تتفاوض مع حكومة تدعمها حماس واتهمت حكومة الاحتلال عباس بإقامة تحالف مع الحركة معتبرة أن عباس أطلق رصاصة الرحمة على عملية التسفية لأنه رفض الاعتراف بدولة يهودية واشترط وقفا كاملا للاستيطان والإفراج عن الأسرى لتمديد المفاوضات من جهة أخرى وصفت حركة حماس خطاب عباس بشأن ضرورة إنجاز المصالحة بالإيجابي مشددة على أن الحكومة المقبلة مؤقتة ولها مهمات محددة وأوضحت الحركة أن خطاب عباس اعتراف بفشل خيار المفاوضات كما دعت إلى التوقف عن التشويش على جهود المصالحة ومساعدة حركتي فتح وحماس على تنفيذ إعلان غزة من جانبه انتقد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري دعوات بعض الفصائل الفلسطينية إسماعيل هنية إلى الاستقالة مشيرا إلى أن حكومة هنية جاهزة للمغادرة عند تشكيل الحكومة الجديدة ومشددا على أن الرد الفعلي على التدخلات الأمريكية والصهيونية هو البدء بالتنفيذ الفوري لإعلان غزة من جانبها طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة برفض خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والوقف النهائي للمفاوضات والتنسيق الأمنية المترتب عليها كما دعت إلى إعادة ملف القضية الفلسطينية إلى إطار هيئة الأمم المتحدة ومرجعية جميع قراراتها ذات الصلة والمطالبة بإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات للتفاوض عليها ودعت الجبهة إلى التدارك والمراجعة بعد أن حسمت نتائج المفاوضات بالفشل كما طالبت الجبهة بضرورة توفر إرادة سياسية جادة لا ترضخ للتهديدات الأمريكية والصهيونية لتنفيذ بنود إعلان غزة كخارطة طريق لإنهاء الانقسام